السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية نواصل دروسنا دائما مع السنة الثانية ابتدائي درس اليوم سيكون في التربية الإسلامية من آداب المسجد 2 على الصفحة 152 كنا درسنا في الدرس السابق في التربية الإسلامية وهي آداب المسجد 1 ما هي آداب المسجد التي درسناها في الدرس الأول؟ قلنا يجب أن أتطهر وألبس أحسن الثياب قبل التوجه إلى المسجد يجب أن أتطهر وألبس أحسن الثياب اليوم لدينا آداب جديدة ندرسها مع بعض نبدأ على بركة الله نلاحظ الصورة ماذا نلاحظ في الصورة؟ نلاحظ أمين يدخل المسجد ماذا يوجد في المسجد؟ نلاحظ المصلين بعضهم يصلي وبعضهم يقرأ القرآن إذن نبدأ على بركة الله دخل أمين المسجد فوجد الكثير من المصلين بعضهم يصلي وبعضهم يقرأ القرآن ماذا عليه أن يفعل؟ أمين يدخل إلى المسجد فوجد الكثير من المصلين بعضهم يصلي والآخر يقرأ القرآن ماذا عليه أن يفعل عندما ندخل إلى المسجد يجب أن نلقي التحية وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ثم مباشرة وقبل أن نجلس نصلي ركعتين تحية للمسجد المصلين نحييهم بتحية وهي السلام أما المسجد فله تحية خاصة وهي ركعتين تحية للمسجد مفهوم؟ الآن نذهب إلى الأسئلة ماذا فعل أمين قبل الذهاب إلى المسجد؟ درسناها في الدرس الماضي ماذا فعل أمين قبل الذهاب إلى المسجد؟ قلنا يتطهر ويلبس أحسن الثياب ثم ماذا كان يفعل الناس في المسجد؟ عندما دخل أمين المسجد ماذا وجد الناس يفعلون؟ وجد بعضهم يصلي والبعض الآخر يقرأ القرآن لاحظ الصور واكتشف ما قام به أمين في المسجد نلاحظ الصورة الأولى على اليمين ما هي التحية التي سيحي بها أمين المصلين؟ ما هي التحية التي سيحي بها أمين المصلين؟ سيحييهم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن يوجد تحية واحدة وهي تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ثاني صورة كيف نسمي الصلاة التي نصليها مباشرة بعد الدخول إلى المسجد؟ عندما ندخل إلى المسجد قبل أن نجلس نصلي صلاة فيها ركاته ماذا تسمى هذه الصلاة؟ تسمى تحية المسجد إذن هناك تحية المصلين بالسلام وتحية المسجد بركعتان مفهوم؟ الآن ننتقل إلى الصورة الثالثة نلاحظ الإمام على المنبر يخطب متى يخطب الإمام؟ الإمام يخطب في صلاة الجمعة معناه في صلاة الظهر من يوم الجمعة تسمى صلاة الجمعة يسعد فيها الإمام إلى المنبر فيخطب خطبتين ماذا نفعل عندما يكون الإمام على المنبر؟ ماذا نفعل عندما يكون الإمام على المنبر؟ إذن لا أكثر من الحركة وألتزم الصمت وألتزم الصمت الآن ماذا تعلمنا من هذا الدرس؟ عندما أدخل إلى المسجد يجب أن أتحلى بآدابه أولا ألقي التحية على المصلين ثانيا أستمع للإمام باهتمام ثالثا لا أزعج المصلين برفع الصوت وكثرة الحركة إذن نراجع جميع الآداب قلنا الآداب التي درسناها في الدرس الأول وهي أتطهر وألبس أحسن الثياب أتوجه إلى المسجد ثم ألقي التحية على المصلين أستمع للإمام باهتمام ولا أزعج المصلين برفع الصوت وكثرة الحركة إذن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ما معنىها؟ معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه عند الدخول إلى المسجد يجب أن نصلي ركعتين تحية للمسجد نعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس نفهم؟ إلى هناك وخلاص معنا الفيديو وتعنا لينهى اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحف ترك